الجندي المصري او الانسان المصري بشكل عام لما بيحط في دماغه حاجة بينفزها والدليل على كده لما دخل حرب تلاتة وسبعين وانتصار ستة اكتوبر كل الناس اجمعوا ان مصر عملت انجاز كل العالم اتكلم عنه حتى العدو الانسان المصري لما قرر ان هو يعمل ثورة على الاستبداد والفساد في ثورة 25 ناير كل العالم وكل البلاد اشادت بثورة مصر بمعنى اصح كل الزعماء اللي في العالم اشادوا بثورة مصر ذكريات كتير لو عملنا افلام تسجيلية من هنا لغاية يوم الايامة افلام تسجيلية عن اللي حصل في ذكرى اه اه العشر من رمضان والحرب اللي رجعنا فيها سينة ورجعنا فيها قرامتنا قرامت المصريين والعرب مش حيا يعني مش تفاصيل كتير وحكاوي كتير وقصص كتير لانجاز كبير حققوا المصريين معايا سيادة اللواء عبد المنعم محمد سعيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الاسبق صباح الخير يا فن صباح النور نعرك سعيد يا فن اهلا بيه سيادة اللواء حضرتك بقالك 38 سنة تقريبا بنحتفل بذكرى انتصار اكتوبر السنة دي بنحتفل بانتصار اكتوبر بعد صورة 25 يناير عند حضرتك احساس كده مختلف ولا هو هو الاحساس لا احساس مختلف طبعا وانا كتبت في هذا وعبرت عنه في الصحافة يعني كتبت قلت روح اكتوبر تمتزج مع روح يناير وكلمت فيه المزايا اللي كانت بتختص بيها روح اكتوبر وقلت نفس المزايا بتختص بيها روح 25 يناير وصرتها ما هي الروح اكتوبر وما هي روح 25 يناير ادهالي ارجوك لا سمحت تفضل الامان القوي بالله سبحانه وتعالى وشوفنا كيف كان المسلمين والمسيحيين في حرب 6 اكتوبر كانوا بيقدوا الصلاة ويقدوا كذا وعودتهم الى ربنا فعلا قبل الحرب في نفس الوقت 25 يناير نجد فيها كان فيه صلاة للمسلمين يحرصها المسيحيين وصلاة للمسيحيين يحرصها المسلمين نفس النمط اتنمرة اتنين رفع الشعار في حرب اكتوبر مصر دائما اولا وهذا الشعار يعبر عن حبنا لمصر وامكانية مصر وقدرة مصر وتاريخ مصر وايضا رفع هذا الشعار مرة ثانية في 25 يناير مصر اولا نعم نمرة ثلاثة التخطيط الجيد والمتقن لحرب اكتوبر وما كانش فيه حواسب بس الحواسب كانت هي عقل البشر فتطلها بالثانية او بالدقيقة او بالساعة وامكان تحقيق النصر كله نتيجة التخطيط الجيد ايضا 25 يناير كان لها تخطيط جيد ولكن عن طريق تكنولوجيا باستخدام الحواسب واستخدام التيوتر واستخدام الحاجات الجميلة دي كلها طبعا فده برضو نوع التوافق بين الاتنين اخر نقطة القدوة الحسنة وكانت في حرب اكتوبر القدوة الحسنة ناس قدموا ارواحهم كان الزباط بيسبقوا جنودهم وكانت نسبة يمكن الخسائر في الزباط كانت اعلى من النسب المقررة في الكتب لانهم كانوا بين جنودهم وفي الامام مش بيجي زي ما الكتب بتقول ان هو يبقى في الخلف وكان في المقدمة برضو شفنا كده في 25 يناير وكانوا القادة بتوع المجموعات كلها اللي كانت موجودة كانوا في الامام وكانوا بيهتفوا بمصر ويعني هناك صلة كبيرة جدا بين حرب اكتوبر و25 يناير العامل المشترك هو الانسان المصري ما فيش كلام سيد اللي هو بعد اذنك كريت نرجع بالذاكرة كده شوي لأيام حرب باكتوبر حضرتك كنت بتعمل ايه بالزبط او ايه المهام اللي حضرتك كنت بتقوم بيها انا كنت بعمل ضمن تيم عمل مجموعة عمل عبارة عن عشاء الضباط اسمنا فرع التخطيط العام بهية عمليات القوات المسلحة موقعنا كانت الغرفة الرئيسية التي تدير شؤون الحرب على مستوى القوات المسلحة ككل هذه الغرفة يعني طبعا اللي يقال عنها غرفة العمليات غرفة العمليات حلو حستأذنك يعني بنسمع غرفة عمليات غرفة عمليات ممكن نفتح الباب لغرفة العمليات ونخش مع بعض بعد اذنك تفاهمني بيحصل ايه جوه غرفة العمليات دي حاضر هو غرفة العمليات تقريبا حجمها حجم القاعة اللي احنا عادين فيها كويس تقريبا كويس على جنب من اجنبها بنش رئيسي كبير كان اجلس فيه الرئيس السادات باعتباره القائد الاعلى لقوات المسلحة وعلى جواره المشير احمد اسماعين وكان وزيرا للحربية وعانيا صاره الفريق الشازلي وكان رئيس اركان حرب وقوات المسلحة ثم ضابط اسمه ضابط السيطرة له وضابط سيطرة او يعني مجموعة السيطرة وله اتنين مندوبين بيتناوبوا المكان علشان بيبقى فعل علاقة بالقيادة العامة يعني وبالناس كلها بدون قطع كلامك ايوا اللوكيشن ده او المكان ده ايوا بيبقى طبعا سري اه طبعا تمام ده في مكان سري ولا يعلمه احد حتى الان يمكن كمان يعني طبع في الجنب اللي انا قاعد فيه كده بالزبط كان فيه اتنين بنش كده بنش قاعد فيه اللواء الجامسي وكان رئيس هاية عاملات قتل مسلحة وينوب عنه اللواء حسن غنيم كان النائب بتاعه يقوده ياخد راحة التاني يحل محله وبينش اخر كان فيه اتنين زباط واحد بحرية واحد مشاه اسمهم زباط العمليات ان هم بيسيطروا على المركز كده فيه الارسال الرسائل وما جايب الاخبار والكلام ده كله عظيم ثم في المنتصف طرابيزة كبيرة عليها خريطة وحواليها الشغيلة بقى لهم احدى العقه ده واتنين عميد كانوا ايانا عميد دي عني رئيسنا احنا اللي بنشتغل على الخريطة دي بنتلقى البلاغات من غرف اخرى تمثل الجيش التاني والجيش التالت والقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي الى اخره نعم تجينا هزي الانباء عن طريق زابط السيطرة ده نوقع الخريطة عشان ندرس مع رئيس فرعينة نعمل ايه عظيم هل نماشي العملية واللي عايزة تدخل من الكهداء العامة يحصل تعديل يحصل كذا فبتصدر الاوامر من هذه الكمام المواجهة كانت فيه شاشة بالازاز دلوقتي طبعا اتغير الكلام ده بقى فيه تكنولوجيا ووراها اتنين جنود لابسين اسود عشان ما يبانوش هذه الشاشة بتبين حركة الطيران المعادي والصديق كل الطيران اللي في الجابهة بيترسم على الخريطة بوسطتهم هما دلوقتي طبعا شاشات تليفزيونية بقى هي بتجيب الكلام ده كل نعم نعم في الحيطة المقابلة الاخرى خريطة خطة العمليات اللي احنا هندير الحرب على اساسها الخطة اللي مصدق عليها من رئيس الجمهورية قائد الاعلى قائد مسلحة بتعلقة في هذا الجنب ده شكل الغرفة لها باب من الناحية دي اللي هو بيدخل منه الوزير او رئيس الاركان او القادة الكوبار دول بيدخلوا على غرفهم اللي فيها الراحة بتاعتهم و هنا في الباب هنا في باب تاني ورانا هنا اوم الحتة دي بيتدخل على بقية المحاور المحاور اللي هي ايه محور القوات الجوية محور الدفاع الجوية محور القوات البحرية المحاور كلها دي سات اللي هو كان لما بتعودوا في وقت الراحة كان بيجي لكم ام انا كنا من نم تحت الترابيزة او كان فيه شرفة فوق كده بنريح بعض لان احنا ما كناش من روح ايه انا عدنا 24 ساعة على الترابيز لازم يكون على الترابيز على الاقل 3-4 زباط حضرتك عادت في الغرفة دي و غرفة الراحة لمدة قد ايه ومتواصل عادنا يمكن بعد وقف اطلاق النار يوم 28 اكتوبر يمكن كمان 93 بعد كده ما نغادرش الموقع احنا كنا بنأكل في الموقع والنام في الموقع كنا ساعات من نم تحت الترابيزة لو تفتكر او نتذكر مع بعض كده لحظات كان فيها روح معنوية عاية جدا ولحظات تانية مش روح معنوية اقل ولكن فيها قلق لحظة ساعة قبل الحرب المشير احمد اسماعين راح استحب رئيس الجمهورية لابس اللبس العسكري بتاعه ودخل بيلقاع كلنا وقفنا طبعا بنحاير رئيس وعد حتى اول ما قاعد قال ايه انتو صايمين يا ولادو اللي ايه قال انا جبنا افتاء من المفتي نارضة ان شاء الله انحارب فقال نفتر نقدر نفتر يعني يعني ما نفترناش طبعا ولا حاجة احنا محرجين حتى قدامه يعني بعد ما فيش دقائق خمس دقائق عشر دقائق كده الجمس يبص قال له سياد الرئيس قال له نعم قال له لقد سبقت سيف العزل يعني ايه المعنى ان حتى لو اسرائيل عرفت بمعادة الحرب مش هتقدر تعمل حاجة احنا قدامنا دقائق خمسة اربعين ديئة او اقل من ساعة ده مين اللي عليك اللي متندوق الجمسي كان رئيس سيادة العمليات عظيم طبعا دي بترفع روح المعنوية لنا كلنا اقول لحضرتك بمنتهى الصراحة نعم كنا بنسمع دقائق قلبنا اكتر من دقائق الساعة اللي بتعمل تك تك دي كنا بنسمع دقائق قلبنا في اللحظات دي لان كان موقف طبعا نتمنى ان هو ينجح ونتمنى ان هو يحقق النتيجة المرجوة ونتمنى ونتمنى كل دي امنيات لسه من الحرب ما قامتش فكان عندنا يعني شدة عصاب جمدة جدا عظيم الى ان خدنا خبر بقى الساعة اثنين وخامسة بالزبط عبرت القوات الجوية خط قناة وفتحت المدفعية نيرانها على خط برليف بالكامل عظيم كلنا وقفنا وانا الحمد لله الحمد لله حققنا المفاجأة وهدي كان عنصر رئيسي في الحرب كلها حققنا فيها بها المفاجأة عادت الطيرات اماكنها وبول لغا الرئيس هو على البنش بتاعه في التليفون طبعا بيبلغوا وزير الحربية ايامها وقال له ان استشهد لنا اربعة او خمسة زباط من ضمنهم اخو الرئيس انور السادت نعم فطبعا المشير تحرك كده شوية بعدين في الاخر راح بصس له كده وقال له البقاء اللي فنم في ابن حضرتك قال له ايه قال له حصل كذا كذا وطيرا بتاعته يعني مصيب يعني بلغ في في غرفة العمليات في غرفة العمليات اه اصري جاء في الفيلم انه هو بلغ وهو بيتفرق بعد لا 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 تمام بلغ في غرفة بصله كده وقال له زيه زيه بقيت زميله ربطت جأش قوية فعلا يعني زيه زيه بقيت زميله طبعا المنظر بقى بعد كده بنجاح قوتنا بقى احنا بمسكين جداول كده قدامنا وبيجينا الاخبار اول باول الجدول ده عبارة عن الاجراءات ايه هي والتوقيتات بالدقيقة كده دقيقة الاولى التانية التالتة الرابعة الساعة الاولى التانية التالتة وهكذا جداول كده بهذا المنظر مماشيين بقى عملين نقول صح 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 التالتة ايام الاول كنا قاعدين نقول صح في كل حاجة من اللي اتحطت يعني تحطيت للتلتة ايام الاول يوم ستة وسبعة وتمانية بالملي كالخطة